نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان الراحل مصطفى فهمي الذي رحل اليوم عن عالمنا عن عمر يناهز 82 عاما يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم السرب والذي عرض في دور العرض السينمائي المختلفة خلال الفترة الماضية كما قدم خلال مسيرته الفنية الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية يا ستزة أنتو كلكم معزومين يوم الخميس الجاي عندي على الغد مصطفى فهمي فنان من طراز نادر عشق السينما وفضل رغم وسامته التي تؤهله لأدوار البطولة أن يبدأ حياته الفنية بالتخصص في التصوير وهي الدراسة التي أتاحت له تميزا وتفردا حتى وقف بعد ذلك بالصدفة أمام معشوقته الكاميرا كأحد الأبطال رغم أن الساحة الفنية وقتها كانت تعق بعمالقة مثل نور الشريف ومحمود ياسين ومحمود عبد العزيز بل وعلى رأسهم أخوه الأكبر حسين فهمي ولد الفنان مصطفى فهمي في أغسطس من عام 1942 لأسرة مصرية أرستقراطية وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم التصوير وبدأ حياته المهنية مساعدا للتصوير في فيلم أمير حبي أنا في عام 1974 ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا لتنطلق إطلالته ويقوم بدور البطولة في عدد من الأفلام منها أمر الزمان ولمن تشرق الشمس ونبتد منين الحكاية ورغم أنه كان مقلا في ظهوره على الشاشة إلا أنه نجح في انتزاع النجومية ومحبة الجماهير ليس فقط عبر السينما وإنما عبر الدراما التلفزيونية ليتألق في أعمال خالدة كحياة الجهري وقصة الأمس تميز الفنان الراحل مصطفى فهمي بالانطلاق وحب الحياة وهو ما ظهر على شخصيته المرحة التي لا تعترف بحسابات السنين وإنما بالسعادة ليقدم نموذجا فريدا للإنسان البسيط المعتادل والشاب الرياضي الوسيم شارك الفنان الراحل في العديد من الأعمال السينمائية منها أيام في الحلال وآخر أعماله في المي الصراب وأهل الكهف مسيرة حافلة وبصمات مميزة تركها مصطفى فهمي قبل أن توافيه المنية عن عمر ناهز 82 عاما تاركا خلفه تاريخا من العطاء الفني والإنساني الفريد اشتركوا في القناة